بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة أرسل لي أحد الإخوة فيديو لملحد وأنا كما تعلم من طبيعتي لا أحب أن أذكر أسماء الملحدين ولا أن أروج لهم ولا أعرض مقاطعهم أنا فقط أنتقد الفكرة مع الاحترام لكل الناس نحن ننتقد الفكرة الخاطئة ونصحح هذه الفكرة يدعي هذا الملحد أن القرآن غير صحيح وأن الله تبارك وتعالى هو إله فقط نشأ تعال الله عن ذلك يعني أنا فقط أحاول نقل كلام هذا الملحد وغيره طبعا فكرة الإله نشأت في الشرق الأوسط في الجزيرة العربية في مصر القديمة في بلاد الشام الرافدين في هذه المنطقة لأن كل الأنبياء بعثوا هناك وبالتالي أين الأنبياء الذين بعثوا في الصين أو في اليابان أو في الأمريكا قديما أو في أفريقيا فيقول هذا إثبات على أن القرآن من تأليف البشر بل الأديان طبعا هو ينتقد الأديان حتى المسيح عليه السلام موسى عليه السلام كل الأنبياء ينتقدهم ويقول هنا هي أفكار نشأت وتطورت في الشرق الأوسط واعتبر الناس أن هؤلاء أنبياء بهذه الصورة أيها الأحبة أولا القرآن كتاب عالمي لماذا سأقول لكم أنا عندما آمنت بالقرآن عندما تزداد قناعتي بالقرآن كل يوم بناء على أي شيء هل مجرد أفكار أتلقاها أم أن هناك قناعات تزداد يوميا بسبب ما أجده من حقائق علمية ودلائل تثبت أن هذا القرآن رسالة الله إلى البشر جميعا أولا تعاليم القرآن تتفق مع الفطرة الإنسانية هذا ليس بمقدور بشر أن يصيغ لنا كتابا يضع فيه التعاليم المناسب لفطرة الإنسان يعني أن نجد إنسان منذ 14 قرآن حتى في هذا العصر لا يستطيع أي إنسان مهما حاول أن يؤلف كتابا ويختار كل ما ينفعك فيأمرك به ويختار كل ما يضرك فينهاك عنه لا يستطيع أحد لأن هذا يحتاج إلى عالم بالنفوس وعالم بالغيب العلماء اليوم العلماء أيها الأحبة آخر دراسة قرأتها أن أدوية أو مضادات الاكتئاب حقيقة لا قيمة لها وليس لها أي مفعول ليذكر وتطور أفكارا انتحارية لدى الكثير وإن العلماء الذين أنفقوا مليارات الدولارات على أبحاث تتعلق بعلاج الاكتئاب وتصنيع مضادات للاكتئاب كلها عبارة عن وهم أو معظمها يعني اللي نقول الآن يلجأون إلى علاجات بديلة مثل أن تستيقظ في الصباح أن حتى الإيمان بالله هو أحد أساليب العلاج ينصحونك أن تؤمن بالله وباليوم الآخر لأن هذا الأمر يتفق مع الفطرة الإنسانية والدراسة التي نشرتها جامعة أكسفورد تحدثنا عنها كثيرا أن الإنسان يميل بطبيعته للإيمان بالله وباليوم الآخر مبرمج على الإيمان هذا الكتاب العظيم الذي هو القرآن فيه معلومات تناسب البشر على الأرض تناسب سبعة أو ثماني أو عشر مليارات إنسان مهما تطور أعداد البشر أو كثرت هذا الكتاب العظيم لم نكتشف فيه حتى الآن معلومة علمية خاطئة لم نكتشف فيه خطأ لغوي أو خطأ تاريخي أو خطأ علمي أو خطأ نفسي لا يوجد أخطأ ونحن تأملنا كما قلنا آيات القرآن كاملة 6236 آية لا توجد ولا آية ولا كلمة فيها مشكلة إذن هذا الكلام يثبت لي أنا شخصيا أنا أولا أنا أطمئن أن هذا القرآن كلام الله هذا الكلام العظيم أيها الأحبة ذكر لنا قصص بعض الأنبياء مثلا في مصر سيدنا موسى سيدنا يوسف ذكر لنا أنبياء وسمى مناطق نحن لا نعلمها والمؤتفكة أهوى أين هذه المؤتفكة لا نعلم قد تكون في الصين قد تكون في اليابان المفسرون معظم المفسرين ربطوا ربطوا أيها الأحبة رسالات الأنبياء بمنطقة الشرق الأوسط هذه ليست مشكلة القرآن هذه إذا كان هناك مشكلة مشكلة المفسرين الذين يحاولون أن يتوقعوا أين كان مثلا قوم عاد أين كان قوم صالح يعني مثلا أصحاب الحجر نحن قلنا إنهم كانوا في مدينة البتراء أو مدينة الحجارة كما يسميها موقع جوجل لأنها نحيتت داخل الجبال القصور والأبنية والمحلات والذكاكين والشوارع منحوطة نحتا الله تعالى أنبأ عن أصحاب الحجر عندما قال وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين طب قد يكون أصحاب الحجر ليسوا في هذه المنطقة نحن نتوقع ونتنبأ ونقول يعني غالبا أنهم كانوا هنا قد يكون هناك أصحاب حجر في جنوب أفريقيا في الصين في أوروبا نحن لا نعلم أيها الأحبة في بريطانيا أيضا هناك آثار ومكتشفات وصخور ومنحوتات وأشياء كثيرة في كثير من بقاء العالم فلذلك هذا الملحد بنى انتقاده للقرآن على أقوال مفسرين لذلك رجعنا أحبة في الله ينبغي أن نميز ميز بين التفسير وبين القرآن القرآن كلام الله ثابت القرآن لا يذكر مناطق إلا قليلا يعني ذكر مكة ذكر مصر ذكر مناطق معروفة ومحددة وهي قليلة جدا ولكن معظم قصص الأنبياء ذكر مناطق نحن نتوقع أن تكون هنا أو هنا أو هنا يعني أين مملكة السبأ نحن نقول في سبأ في اليمن ولكن هل هذا يقيني؟ نحن لا نعلم طب أين حدث الطوفان؟ نحن نعلم أين جبل الجودي؟ واستوت على الجودي؟ أين هو؟ يقولون في شمال العراق يقولون في تركيا يقولون في جنوب الجزيرة العربية يقولون نحن لا نعلم فلذلك هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم القرآن وذكر لنا مناطقهم بالاسم هذه الأسماء أيها الأحبة نحن حقيقة ويقينا لا نعلم بالضبط أين هي ثم إن هناك رسل لم يقصصهم القرآن وهم كثير القرآن قص علينا بحدود قصة 25 نبي أو رسول بين نبي ورسول ولكن في التفاسير يقال هناك آلاف الرسل بل أحد التفاسير يقول- مئات الآلاف من الرسل لا نعلمهم forget- مئات الآلاف وهذا في التفسير الله تعالى يقول وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ من قبل من قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وكلم الله موسى تكليما سبحان الله الله تعالى يقول دقيقوا أيها الأحبة أنتم تقولون أن الأنبياء بعثوا في منطقة الشرق الأوسط من الذي قال لكم ذلك القرآن يقول ذلك وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هناك المبطلون وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَفِهَا نَذِيرٌ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَهُ كل الأمم جاءها نذير بنص القرآن حتى أمة النمل لهم نذير أمة الإبل لهم نذير الله لا يخلق شيئا عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إذن أيها الأحبة يعني الحقيقة أنت أيها الملحد عندما تقول الأنبياء بعثوا في منطقة الشرق الأوسط ما هو دليلك على ذلك أعطيني دليلا لا يوجد لدي أنت لديك أقوال مفسرين وأقوال مفسرين هذه هي اجتهادات مثل الذي يأتي لمجموعة من المسلمين يكذبون ويسرقون ويقول هذا هو الإسلام الإسلام يحرم الكذب ويحرم السرقة إذن أيها الأحبة يعني لا تفتروا على الله كذبة ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام أيها الأحبة لا يوجد دليل على أن الأنبياء كلهم في الجزيرة العربية أو مصر أو هذه المنطقة العربية لا القرآن يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك القرآن ذكر الكثير من المناطق يعني مثل مثلا قوم لوط نحن نقول إنه كان بالقرب من أغوار البحر المية ولكن القرآن لم يذكر ذلك القرآن العظيم ذكر عذاب قوم لوط ذكر المدائن نحن لا نعلم أين هي ذكر مثلا قوم عاد طيب أين كانوا بالضبط لا نعلم قوم ثمود أين كانوا بالضبط مئة بالمئة لا نعلم قوم لنقول يعني هناك مساكن عاد وثمود معروفة في الجزيرة العربية ولكن قد يكون هناك أقوام سلكوا نفس سلوك قوم عاد وأرسل الله لهم أنبياء مثل سيدنا صالح مثل سيدنا هود مثل سيدنا شعيب أرسل لهم أنبياء لذلك القرآن اختصر هذه القصة وذكر أفضل قصة تماما مثل اللغة ليس من الضروري أن القرآن يحدثك بكل اللغات يختار لك أفضل لغة وأقوى لغة لينزل بها القرآن يختار أفضل قصة فيها عبرة ويعطيكها يعني لماذا اقتصر القرآن على قصص مثل قصة سيدنا موسى وكررها كثيرا لأن هذه القصة أيها الأحبة فيها عبرة كبيرة الشيء الآخر أن قصص الأنبياء أحبتي في الله من سيدنا نوح منهم من أغرقنا قارون الذي خسف الله به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض هناك أناس أهلكهم الله بالريح الصرصر فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية قوم عاد أهلكهم الله بالريح قوم ثمود بالصيحة قوم شعيب بالصيحة قوم اختار الله لك مزيج من القصص كل قصة لها أسلوب لها نهاية لها يعني مثلا شعيب كان قومه يبخسون الناس أشياءهم لا يوفون الميزان قال لهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين قوم لوط كانوا يأتون الذكران من العالمين يرتكبون الشذوذ الجنسي قوم موسى عبد العجل أخذوا كل قصة تجدوا فيها عبرة والقرآن كتاب العبار لذلك ليس من الضروري إذا كان هناك ثلاثمائة ألف نبي أن ينزل كتاب فيه اسم ثلاثمائة ألف نبي أنا ما الذي يهمني أنا كإنسان من ضمن ثماء سبع أو ثماني مليارات إنسان يعيشون على هذا الكوكب أنا يهمني خمسة وعشرين قصة مختلفة تكفيني منهم من أغرق منهم من خسفنا به الأرض منهم من أخذته الصيحة منهم من كذا منهم من كذا أخذت هذه العبرة تهمني لغة واحدة أقرأ بها القرآن الذي يهمني أصلاً غير القصص الذي يهمني ماذا أفعل أنا كإنسان يهمني تقول لي ما هو الشيء الذي يسعدك في الدنيا وما هو الشيء الذي يضرك لأبتعد عنه هذا القرآن نزل يريد لنا الخير يريد أن يبعدنا عن الشر هذا في الدنيا طبعاً بعد الموت يريد لك أن تكون خالداً في جنات النعيم وانتهت القضية طب لماذا تأتي وتكذب وتنكر طيب وماذا ستستفيد على الشيء أيها الأحبة يعني هذا الملحد أنا أعجب حقيقةً أنا كنت أتابع بعض الفيديوهات للرد عليها ولكن منذ فترة طويلة لم أتابع أي فيديو الملحدين لأنه كلام متكرر ونفس الكلام يعيدونه يعني منذ خمسين سنة نفس الكلام نفس الكلام أعطني الأوامر القرآنية هذا هذا الذي يهمني أعطني معلومة خاطئة في القرآن هذا الذي يهمني أما أن تقول إن الأنبياء بعثوا في الشرق الأوسط وتكذب على الناس والقرآن لا يقول بذلك القرآن ذكر ذو القرنين مثال وقلنا ذو القرنين وصل إلى جزر هاواي مغرب الشمس وآتيناه من كل شيء سبباً فأتبع سبباً سيدنا موسى سار مع الخضر عبر البحر وعبر مناطق ربما وصل إلى مناطق لفة الكرة الأرضية ما الذي يعلمنا نحن أي أين ذهب وأين جاء كله مذكور في القرآن ولكن القرآن لا يذكر لك لا يذكر التواريخ لا يذكر الأماكن لماذا؟ لأنه ليس ضعفاً من القرآن على فكرة لا لكي لا يصرف انتباهك إلى أشياء غير مفيدة يعني القرآن يريدك أن تركز على العبرة حتى في قصة فرعون لم يذكر اسم الذي آمن وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم لم يذكر اسمه ثم يقول وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد حتى نهاية القصة فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذب لم يذكر اسمه أبداً لماذا؟ لكي لا ينصرف ذهنك إلى الأسماء والأماكن والتواريخ والكلام هذا غير مطلوب مني أنا هذه القصة سواء وقعت قبل خمسة ألاف سنة أو ثلاثة ألاف أو ألفين أو وقعت البارح عليهم أنا يهمني العبرة لذلك القرآن يركز على العبرة يريد العبرة يريد منك العبرة وهذا دليل على أنه كلام إلهي أيها الأحبة لو كان كلام بشر يعني أنا عندما أريد أن أكتب كتاباً دائماً البشر يميل لأن يذكر أسماء الأشخاص التواريخ أسماء المنطقة أسماء الكذا القرآن لا يفعل ذلك إلا في حالة ضيقة للضرورة يعني القرآن يريد أن يربط ذهنك بمكة مثلاً بالبيت الحرام بمناطق محددة يذكرها بالإسم أما أن يذكر يعني سيدنا نوحينا كان يعيش لا نعلم يقال في العراق يقال في كده لا نعلم أين كان نوح لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً هل نعلم أنه تنقل ولف الكرة الأرضية لف البقاع كثيرة ودعا ناس كثيرين في مناطق مختلفة القرآن لا يعطينا أين كان موجوداً وكم عدد الناس الذين دعاهم ولم يؤمنوا وما هي المناطق التي دعا فيها إلى الله إذن لا تستطيع أيها الملحد أن تنتقد القرآن في هذه الناحية وبالتالي لابد أن يكون مقياسي أنا عندما أنظر إلى كتاب ليس هذا المقياس أنا مقياسي الأوامر والنواهي الموجودة في هذا الكتاب هل تتفق مع الفطرة البشرية؟ هل هذا الكتاب يضمن لي السعادة أهلاً وسهلاً؟ هل القرآن عندما أنا يعني أطبق تعاليم القرآن هل أنا أضر نفسي أم أنني أكون سعيداً في الدنيا والآخرة؟ والله أيها الأحبة كما قال تبارك وتعالى لا تحصل على الطمأنين إلا بهذا الدين والله أيها الأحبة الله تبارك وتعالى يقول وانسأ الله أن نكون منهم ونختم بهذه الآية من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي أنه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وآخر دعواناً الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر